ظهرت تقارير بتقول ان الاهلي بقى تراجع عن ضم ابو جبل والقصة بالنسبة للاهلوية مش مفهومة هو اصلا ليه تم اختياره هو اصلا الاهلي محتاجه ولا لا هو امبارح هل حصل حاجة منه تخلي الاهلي يتراجع النهاردة تعال كده نلخص القصة كلها من وجهة نظرك تعال نتكلم بصراحة هو السؤال الاول هو النادي الاهلي فعلا محتاج انه هو يضم حارس في وجهة نظر بتقول اه وفي وجهة نظر بتقول لا انا شايف ان انا مع وجهة نظر للمفروض النادي الاهلي يضم حارس مع مصطفى شبير ليه؟ لان اللي قادر لو مصطفى شبير بيلعب وتعور ماشي صعب جدا ان انت بالخبرات الموجودة عند حمزة علاء ومخلوف ان هم ياخدوا المكان ده دلوقتي مرة واحدة تحطوهم في وش المدفع في الوقت اللي النادي الاهلي بيلعب فيه في تنافسية عالية جدا مثلا زي افرقيا وانت عارف الضغطات والحاجات اللي بتبقى موجودة على النادي الاهلي بس هل ده معناه ان انت مصطفى بيظل الحارس الاول؟ ما هو ده بقى هنا السؤال فان ده الحارس اللي هتجيبه علشان يبقى موجود في النادي الاهلي هل بدم انت بتحجز بتجهز مصطفى شوبير انه بالحارس الاول اللي مرمى النادي الاهلي في المستقبل بعد مثلا اقتزال او بعد رحيل محمد شناوي في اي وقت مواد في 3 ا 4 سين اللي جايين هل مصطفى شوبير هتجهزه ولا مصطفى شوبير انت شايفه بديل ده رقم واحد فالبديل اللي انت هتجيبه يلعب مع مصطفى شوبير هيلعب ولا مصطفى شوبير اللي هيلعب يعني مثلا محمد ابو جابل جه علي لطفي جه مهدي سليمان جه مين اللي هيلعب الناس دي ولا مصطفى شوبير ده السؤال اللي لازم النادي الاهلي يجاوب عليه الاول قبل ما روح اتعقد محد ليه طب انت رأيك ايه الاول قبل ما نروح الاهلي اللازم يجاوب ليه انت رأيك ايه الاول انا عاوز مصطفى يلعب انا عاوز مصطفى يلعب انا عاوز مصطفى يلعب ومصطفى يغلط ويغلط كتير والغاية لما يقف على رجله لان مصطفى من افضل الحراس الموهوبين في مصر الواعدين جدا 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 عنده ثبات فعالي كويس جدا وواضح انه هو بيتمرن كويس وبيأكل كويس وبيهتم بيهتم بنفسه جدا وبيذاكر كتير خب بالك دعيبة الكرة دلوقتي قصة بقت قصة ثقافة هو بيذاكر كتير يعني اتفرج على تحليل اداء حراس بيلعبه ازاي هو عرف انه هو بتفرج على مانويل نوير وبيتحاول يتعلم وبيحاول يعمل حاجات كتيرة جدا فمصطفى الشوبر لازم يبدأ ياخد بس السؤال هنا لو انت جبت واحد زي محمد ابو جبل هل محمد ابو جبل هيقعد ولا مصطفى الشوبر لهايقعد انا بقولك مصطفى الشوبر لهايقعد فبالتالي انت قتلت فرصة ظهور او فرصة الخبرة اللي مفروض يكتسبها مصطفى شوبر فبالتالي لما قبل بقى مدنادي الاهل يروح يفكر انه يشتري حد يجاوب على السؤال ده الاول يعني هجيب واحد يسند مصطفى شوبر ولا يلعب على مصطفى شوبر لو حارس اول ولا تاني بالزبط وبناء عليه ابدا اتحرك لو حارس اول مفيش مشكلة في التعاقد مواحد زي ابو جبل لكن لو تاني لو تاني لا في مشكلة في التعاقد مع محمد ابو جبل ما يا جماعة في الاخير احنا كلنا يعني عندنا عنين وبنشوف احنا شايفين محمد ابو جبل وتكمل المشاكل الرهيبة في اي مكان بيروح فيه فهل محمد ابو جبل هيقبل انه هو يقعد اللي مصطفى الشوبر وانت جايبه ست شور اعار الاجابة مستحيل اللي جابه مستحيل فانت هتدخل نفسك في قصة تانية ملاش اي لازمة موجودة في النادي الاهلي فتتعاقد مع نوعية معينة من الحلوات مع نوعية معينة يا تقبل ان هي تقعد فاهمني ازاي او تقبل ان هي تبقى دورها ان هو خمسين في المية يعني الاختيار مش قصد ان ده يلعب خمسين في المية بس يليه يا جماعة الافضل منكم بناء على المصالب الموجود فيه هيلعب يعني غير مثلا محمد شناء تقول ما هو موجود لأ محمد شناء محمد شناء كويس محمد شناء وحش محمد شناء العب انما انت لما تجيب بقى حارس تاني قريب من مصطفى شغير بس عنده خبرات اكتر نقول مثلا زي علي لطفي يعني كنت شاف ان علي لطفي مثلا في وجوده في النادي الاهلي في الاخر لما هو ومصطفى بدأه ياخده اه عارف ان علي ممكن يكون مدهاء شوية يعني وحق وعلي وعلي مش بني صغير في السن كمان وعنده من خبرات كتير بس في نفس وقت دي التنفسية بس ايه علي ما بيعملش مشاكل اه فهي دي النوعية للنادي الاهلي لو بيفكر ان هو يجيبها كان يجيبها فالسؤال اهم حاجة النادي الاهلي هي الراجل اللي هيجيبه هيلعب ولا لأ دي نقطة نقطة تانية بقى اوزين نتكلم فيها على محمد ابو جبل في مباراة امبارح قال بقى عمل حاجة امبارح تخلي الاهلي يتراجع ولا ايه اللي حصل هو محمد ابو جبل مش بتجهز كريم بقى له ست ايام ان هو يلعب المباراة يعني مباراة من سنتين لما نزل مكان محمد الشناوي وعمل المباراة الرائعة قدام كودفور وشال درباط الجزاء هو مرة واحدة متضار للنار محمد الشناوي تعور نزل مكانه احنا امبارح المباراة كانت يوم الحد يوم الاتنين كانت مباراة منتخب مصر وكاب فردي فمحمد شناوي محمد ابو جبل بقى له ست ايام عارف ان هو هيلعب ومدرب الحراس بقى له ست ايام عارف ان هو هيلعب ومصر كلها وقارة افريكا كلها عارفة ان احنا كمان ست ايام هنلعب مباراة اقصائية ممكن نروح لضربات الجزاء وكلنا عارفين واحنا بنتفرج ان احنا غالبا هنلعب ضربات الجزاء ومحمد ابو جبل نفسه كان بيضع وقته ويوقفه فهمني عشان نريتم المطش ايادة وهم ما انتخب مصر بعد التارد عاوز يروح يا سيدي لضربات الجزاء تمام يجي لنا 9 ضربات جزاء محمد ابو جبل يترمي 8 ضربات جزاء على اليمين انا مش بقولك ان انا حارس مرمى ولا محلل اداء حارس مرمى بس هو طبيعي ان انت 9 ضربات تروح التمانية تنطوه مع اليمين والوحيد اللي نلطيته على الشمال تلاقي برا اصلا مجادش اصلا فيك ماشي ولما تيجي تبص على قصة الازازة الازازة دي لما تيجي تبص عليها هتلاقي اصلا مكتوب 7L هل بقى هل هو شول ولا هل هو هشوط على الشمال ولا انت هل هتنطش والله يا كريم النهاردة مسكت الورقة دي ومسكت اللعيب اللعيب من الشاط ولكور بتاعة تكلغو لقيت ان هو انا مش قادر افهم هو ليفت دي معناها ايه ورايت دي معناها ايه لانه هو ليفت بتلاقي راجب ينط مرة يمين وهو كارت لعب الشمال والمرة اللي مكتوب ريت بينط يعني بينط على الشمال فانا مش قادر افهم 8 ضربات جزاء هو يعني 9 ضربات جزاء 8 ترامى منهم عليمين دي نقطة نقطة تانية هو هابو جابل لازم تاخد اللقطة يعني مش لازم تشوت اخر واحد يا سيدي سيب مهند لاشين حتى لو مهند لاشين الان عنده طوات ما حدش فهم على فكرة انا قلت ساعتها ان عشان خطر حصل طرد فهم بيشيلوا لعيب من الكنغو عشان العدد مش متساوي فمنتخب مصر بس لا دي تحصل معاهم هم يعني لو مصر مهند شين دخل شط يبقى اللي بعدي حارس مصر بعد كده حارس الكنغو فيه لعيب من الكنغو هيتشال عشان مصر عندها طرد ده اللي انا فهمه عشان ما ابدأ الفير بلاي بس ده ايه لازم انت انت تشوتها وانت مصادر شرد ده فيه لقطة مبارح يا جماعة لمراوان لمصطفى فتحي بعد ما جاب مصطفى فتحي جاب ضربة الجزاء السابعة الكاميرا جات عليه امبصص لابو جبل قال له صب دي بقى كسبنا انت بقى وبصله كده وامخبط على كتفه وامواخد بعض مش معقولة فاهمني ده يوضح لك ايه حالة من عدم التركيز يعني ايه قبل مطش مصيري في كاس امم افريقية المنتخب مصر يطلع كلام ان محمد ابو جبل رايح اي نادي انا انا دقيقتي من دا جدا يعني انا مش فا يعني قول لي انت التركيز اصلا هيبقى عامل ازاي ده مستحيل